صدام لم يعدم كاتباً أو صحفياً من أجل المقال يعني أقص عقوبة إلي من عفاني اكتبت مقال طالبت الرجال الماضي سيد تماثيل وشوارع وعلى رأسهم عمنا مولود مخلص باني تكليت والعراق هاي سيغضاب عني لا سجني ولا عدم والله حتي لي مغادرتك أسباب هوليش وشن اللي جرى بالضبط شوف أكو أسأل إذا ترجع للأفلام مع التلفزيون العراق غيرها شوف شكت شام التنبيه وأنا مصورها عني يجرني من يدي يعني عاملني يسميني وليدي ويدرونهم وقال فهمني وكتبت أنا قبل ما أروح أما مكاتب نص عمود عن صدام ما أنا نقدي سلوبي نقدي مكاشفة وكذا بس أيضا إذا جوانب مشرقة أمدحها إذا شخص بس من جيت شنو مهمتي هو جابني يتفرج عليها جابني أنقل نشاطها وكتب عنها فشون أراوسها أنا الروح النقدية نزعة نقدي مكاشفة عندي مشهور عمودي شنو كله أطلع وقرارات اتخذ هو 17 قرار عليه فاين قمت أستغل الأكتب بهذا عندي بيوميات الثورة ها يوميات الثورة الكبار الكتاب فعندي بالسبوع وحده فمن أكتب عن صدام ونشاطة وعن كذا أكتبها باليوميات أو بمقال سياسي أو جولة من نطلعان ويأكتب صرف بننتقد الدولة حتى يعني هو يكتبه وقاله هو بهرم الدولة أخو عبد قال لي ما يصير أنت الآن بالهرم تنتقد وزارات على كل حال فالمقال اللي كتبته منح الرجال العظام معالم المدن ذكرت به العهد الملكي الزاهر وقلت يصير تماثيل يرجعت الملك غازي مع الكفاح ورجعه تمثال فيصل الثاني حتى النوري سعيد يعني هذا الداهي ووطني ركزت أدباء وسياسيين قداما وركزت على عمنا مولود مخلص قلت هذا مو بس ساهم ببناء العراق مدينة تيكريت هو سوها من قرية ناحية إلى قضاء إلى قبل ولده يبدون هو قبل يومين قال لي مولود مخلص مو بس عمكم ترى قراء ابنه ومو يعتبر عسلات بله الآن قلت إذن راضي عليها طلع وين راضي يقول العبد هذا عميل الإنجليز يكتب عنه هو عميل إنجليز مولود مخلص هذا سبب إخراجي يعني السبب كان المقال المقال معروفة هاي ومنشوروا خلي رجعون عليه وبكتابي نزلتها بالمكاشبة ما حد يقدر يقول غيرها شنو الإجراء اللي يتخذها ضدك فقط سوى عبد إنه بقلبها للرئي قال لي قريتش كاتب هاتفه ولا قاري قال فقال لي أسجنه قال لي لا ما حد يتحارش به ما اتخذ قرار هذا كان اجتماع السفراء باللي اللي جاء نيجيرفان برزاني أول مرة يزور حتى اسمه كان صعب علينا فبالليل دز علي عبد وراء الأخبار قال لي عمنا ها مقال لا سجننا قال لعد سيدي قبل أسبوع قدم تقاعد وفعلا أنا قدم التقاعد الجو شفت مشحون وعدي يريدني قلت آه أخلص لكي أنفذ بجلدي يتشي بالله فلزا ما عبد قلت لك شققه قال انت ويام انت تشتوه هاي بس الرئيس يقرر وبعد لا تعيد قلب هاي وظل ما اتخذ قرار يعني كان ممكن ينبهني شلون لا تكتبهيش أو كذا قال لها لعد ما يريد يشتغل ويانا فاخلي وين يريد يعني حسب كتابتك للمقال مو اعتباطا وإنما أنت تضمر في داخلك أشياء لربما والله يا أستاذ جلال والله العظيم فرحت فرح وأمي ذب حط اليانا جو خانق بالقصر أنا ميلاء مني هذا الجو أنا متعلم على الحرير ففرحت منه قال له وين يروح هو مدير درجتك قلت له والله له وزير ما أروح أريد تقاعد وقلت له وموجودة كو شهودها سأريد أذكر اسمها بتكريد مرة قال لها تذكرني خاف خطيئة قال له قال وين تريد قلت له تقاعد وإذا ممكن يدزولي يا وين يسيبي نسيبي مدير عام لداريونه قال يعني هم تريد شوفنا قلت له وظريد أنزل من هذا وخليجي السايق يأخذ الإسلاح والهوية فأنا طلعت الصبح من وقت عبارة جسر السنة أنا أتمشى كل أبو النواس أنا أحب لأنه سجين وطلع هب والله هي العظيم هاي مشاعري أبد ما تندمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر